مساء الخير زميل ياسر مساء الخير لكل الجزائريين نحن اليوم في عزاء الطفل ناصر الذي غادرنا وربما ترك أسئلة عدة تطرح لماذا البراءة تقتل في الجزائر هذا العزاء عزاء كل الجزائريين لأن ناصر ولد كل الجزائريين قبل أيام قليلة غادرتنا نهال بكينا تحصرنا وقلنا لماذا ومتى سينتهي هذا المسلسل الدامي الذي يروح ضحاياه أطفال براءة اليوم المسلسل وحلقة أخرى من حلقات ربما قتل أطفال براءة بدون دمب وبدون ربما سابق إندار يرحلون ويتركون قلوب كل الجزائريين ناصر اليوم ابن كل الجزائريين وليس فقط ابن عائلة لاخت يعني تغيبوني الكلمات أنا شخصيا وقفت على كل تقريبا قضايا اختطاف الأطفال هنا بالجزائر وكل مرة قلبي يتقطع ربما يحضر على يميني والد الطفل لاخت ناصر السيد صالح رغم الصدمة ورغم القسوة لربما المشايا التي يعيشها هذه اللحظة إلا أنه أبى أن يطل على الجزائريين عبر قناة النهار ليرسله ربما ليقاسمهم ربما آلامه وربما حتى ليبعث ربما ليبعث عفوا رسالة لسلطات ربما ليكون آخر حلقة من حلقات ربما قتل البراءة في جزائر هو ناصر للأسف مساء الخير سيدي عدم الله أجركم وباسم مدير العام لتلفزيون نهار وباسم كل الجزائريين تعازين الخالصة وإن شاء الله ربما سيكون سبب دخولكم إلى الجنة يا ربما على المباشر وفي أول تعليق رسمي لك ربما ما هي ربما تعليقك على ما عيشتهم اليوم علاقتنا ما عيشتنا لهذه الأيام أراني في شلان قد والله أراني في شلان قد والله أراني يشوف قلب يراو تقطع الكبدة الكبدة تأتي ترحت للدخل الإبن هذا الإبن هذا الصغير ماذا فعل الإبن الصغير الإبن ملائك يدسه بالموس 21 دسة بالموس في الكرش لماذا نحن جزائريين نحن أمة مسلمة هل تعمل الأمة المسلمة في أخاك المسلم هذا ليس إسلام وأين هم الحقوق الأطفال نطالب السلطات العليا أن أحمد أحمد بوطاف أحمد أعذرني على المقاطعة موعد أذان صلاة المغرب مباشرة سنرفع أذان الحق وبعدها سأعود إليك وإلى ضيوفك نعم مشاهدين نستمع لأذان صلاة المغرب ثم نعود إلى البث المباشر من ولاية أم البواقي وعائلة الطفل نصر الدين رحمة الله عليه والحديث مع عائلة الضحية الطفل نصر الدين أحمد بوطاف شكرا زميل ياسر إذا نعود للحديث مع أب ناصر الذي رحل عنا اليوم بطريقة مأساوية السيد صالح ربما اليوم أنت كأب للطفل قتل ولم يرتكب أي دم يعني أنت رسالتك اليوم للسلطات ربما ما هو ربما ما رسالتك لكل جزائريين أنا رسالتي للسلطات لرئيس الحكومة العبد ملك سلال أن يطبق يطبق الإعدام لهذا الناس ليقته الملائكة الأبرياء أنا من نفسي أنا لازم يطبق لهذا الأمر هذا ولدي توفى الله يحمي ويسعي وغدوة ولات الجيران ولات الجزير وفرن ربما ولات السلطات هذه الدنيا ويجب أن نطبق القانون هذا قانون الإعدام سي سالح ربما لو نعود ربما دقائق أو ساعات قبل اختفاء ناصر يعني كيف كانوا ربما كنت تحضروا الدخول للتحضير كيف شرعتوا للملابس كيف شرعتوا كانت ربما لحظات قبل اختفاء هاي كنا فرحنا له شنين الملابس شنين وطبلي كور طبلي سروال سبادري وبعدين يفرح بها يروح يقرأ هي وبعدين بعدين كي راح بالحد باش يدخل يقرأ قالوا للحجاء إن شاء الله واللي يتقرأ خلص سباحة الخميش السبعة السباح من ثم مظهرش لليوم ربما ربما المتهمة المتهمة اللي قامت بهذا الفعل هل حسيتوا لها ربما حركات ربما مشبوهة هل حستكم أنها ربما كانت خايفة كانت ربما تعيط لي أنا كنت نخدم في السوق قال تعيط لي وخايفة تعيط لي وكرت تكرارين قال تعيط لي بتليفون ورقى سالح ورقى سالح وثلانين نخدم قالت لي يروح تروح ما بولت كم خطوف يعني هي اللي قد لكم بلي هي هي وبالبرطابل تعيط لي بالبرطابل تعيط لي تعيط لي حطيت هذه الأقلية تعيط لي ورقى ورقى أنا قلت بلك راح أهمل ولك هذا ما ما ديناشي لها خلاص مرت خوية هل كانت خلافات بين العائلة كان عندكم مشكلة مع هذه السيدة لا خلافات ولا مرت خوية نورمال عادي جدا خرجت بدارها قسمت علينا بدارها عندها فلسطين هي بدارها عندها أولاد يعني عندها 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 طفل طفل نحت شقاق بيناتنا يعني بشكل مفاجئ يعني مفاجئ مفاجئ أتن وأنتم أتسألوا لماذا دارت لماذا أنا 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 أتسأل لماذا فعلت هذا الشي هذا لماذا يكون الشقاق ما بلو صغار توقع الكارثة هذه أين هو هذا قلب هذا يا ترى هذه الإمرأة هذه عندها قلب ولا حديد ولا أم هذه كيما قتلت ولدي قادر تقتل ولدها قادر تدير أي هاجر قادر يحكم عليها بـ 15 سنة 20 سنة تخرج تدير أي هاجر في أي مواطن أنا نطلب السلطات العليا يحكم عليها بالإعدام واللي ولي يحكم وقتل ملايكة كما هذا يعدم باش ما تكرر نهائي الإعدام 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 نعم أحمد إعدام ربما ربما أحمد بطار ربما ربما سي صالح كيف هي ذلك نفسية نعم زمي ياسر ربما سنعود إليك بعد قليل نناقش قليلا الموضوع ثم سنعود إليك في لتفاصيل أخرى أو لضيف آخر أفتح النقاش مع ضيوفي ثم